موسيقى طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم موضوعنا الليلة موضوع شبه كل الناس ما مختلفين فيه بأنه واحدة من الأهميات بتحت الإنسانية بمعنى إنه أنا عندي ذاكرة بتحفظ وعندي ذاكرة الزول بنساها عندي لحظات بتمر ما بقدر أتذكرها ولا بقدر أتخيلها لكن في الكلام العادي لما نقول لك تصور الزول دون بارح ما جاني تصور بمعنى أنت تصور معي خدت الصورة دي في خيالك ويتكلم معي يقول لي والله الزول ده كذا وكذا وكذا هذا على مستوى الكلام العادي لما نقول لك الزول ده تصور جيب صورة فوتوغرافية حتى نعمل ليك البطاقة الاسم محمد عبدالله محمد عبدالله ممكن يكون محمد عبدالله موسى دايب محمد عبدالله موسى حسن حسن موسى كده الأسماء بتكون دائرية لكن الصورة تكون سابتة واحدة فريم يعرفوا بالزول على ثلاثة اتجاهات البروفايل شمال وفيسينج حتى على مستوى الجريمة يقول لك الزول ده تعرفوا يقول لك كده خليه قبل كده خليه قبل كده في الاتجاهين عشان بعدين ما تقول والله احتمال يكون عنده صلعة أو في شامة ما في الصورة في العريس من هناك لابسين الكوشة ايو يو 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 يبشروا والنسان بيجاي والله ما شاء الله والله بيتكم ما شاء الله حلوة يتلبطوا على العريس دايب هاي والله لكن ما اعرف الليل كالتروليل بتاع الجلدة العام لله ومعين سيجنوا ديال جو العام العريس بيكون باس كالعروسة وماشين اول ما يصلوا الحفلة انتهت وين للستوديو في الناس يقول لك ماشين معهم الله ماشين صور معهم ماشين مع العريس المطالعين الرجال لا يمكنهم يمشون بنات صغار شفعة يمشون في الستوديو يكون قاعد يتوضلوا 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 العريس يكون عنده صور نموذج مثلا دائرة اللقطة العروسة مثلا عاملة كده العريس لا أعرف الحاصل يكون قاعدا يكون قاعدا يتوضلوا ايابكم مثلا الاثنين يكونوا ماسين بعض لا يوجد صورة لا يوجد صورة أي صورة حتى لو انت صوروك وما جاي بخبر ما بتكون زعلان أو شكلك بكون ما مقبول لان الصورة هي اللي بتحكس لو عندك اي حاجة داسية في ناس بيقول لك والله ما تصورني بالجنب لان انا بالجنب او يقول لك ما تصورني ما تجيب الصورة عليه قريب لانه رقبتي قصيرة والرأس كبير يعني بيقولوا كلام كتير لكن في النهاية الصورة هي الصورة لما تتصور معنات اللحظة الانت عيشت هذه ما بتتكرر تاني فالعريس بيكون واقف مربع نيده والعروسة جنبه هالزول العادي لما يتصور بيكون واقف بتاع الصورة بيقول له يا أخي اسمع بسمة صغيرة ها؟ ابتسامة ابتسامة يلا رح تدينا واقف ما اضحك؟ لا لا ما تطلع سنوك خلي سنوك عادي ما تزعل عادي كده على حسب هو ما عنده في خياله ما الناس بيقولوا صورة قديمة ما ملونة صورة جديدة ما ملونة هي في النهاية صورة عشان بتحكس اللحظة اللي انت فيها الخميس اي سبيت الجمعة الاتنين التلاتة الايام مكررة لكن الصورة ما بتتكرر لانها بتمشي بشيل معها عمرك بزيد وحياتك بزيد وزمنك بزيد وساعاتك بزيد لكن الصورة ياها الصورة لما انتجي خاش الديوان تلقى امك وموك مصويرين بتعاين كده يا السلام تجيب تشيل الصورة في راسك لما تطلع برا تلقاهم الاتنين ماشيين يا الودة الليلة ماجهة كل كله بتقول يا رب الناس كانوا فئة الياغا الياغا انت بتشوها من خلال الصورة الشكل العام حتى على مستوى الشلوخ على مستوى العلاماتها في الوشك لو ما تصورتها بشكل جميل ما بيصهر ليك لكن الجمال الحقيقي اللي هو في روحك بينعكز على وشك